ازايكم اللي دا عاملين ايه النهاردة جايين نشوف المنصة الجديدة او النسخة الاحدث من منصة الدكتور ايها الدول اولا ما ندخل على اللينك بيبقى بيظهر لنا على الموبايل بالطريقة دي بينزل تحت هنا الفيديو اللي انا بسجله حاليا يعني اللي هيبقى موجود تمام طيب اول حاجة اول حاجة ندوس سجل الان سجل الان دي هتودينا على صفحة الصفحة دي فيها لوجين ملكش دعوة بيها في الاول مدام لسه ما سجلتش ملكش دعوة بيها هتدخل على سنقوب هتلاقي اسمك تكتب اسمك تمام بالانجلش اهو عماد عماد الفين تمام الجيميل اه اي جيميل انت عندك اه ممكن انا الجيميل بتاعه هو الباسورد الباسورد بان نركز مع بعض الباسورد لازم يبقى تمن ارقام او حروف معهم حرف كابتل وحرف سمول طيب تمانية ماشي حرف كابتل حرف سمول تاني حرف كابتل حرف سمول بعد ما تأكدنا ممكن نبص هنا كده ندوس ريجسترير قالك ايه اول خطأ بيحصل باسورد دونت ماتش يعني ايه يعني اللي فوق غير اللي تحت فنتأكد ان اللي فوق زي اللي تحت نرجع تاني وبعدين حرف كابتل حرف سمول تاني حرف كابتل وحرف سمول كده قالي ان هو سكسسفول نجح بيدخلني على حاجة اسمها ماي اكاونت او اليوزر اكاونت بتاعي اسمي بقى مكتوب فوق ماشي دي المحضرات اللي المفروض انا مسجلها تمام الايكونة التانية دي معناها الاعدادات بتاعتي لو هحطه سلطي او حاجة التالتة دي لو احنا عاوزين نبعت رسائل فهتلاقيها موجودة هنا الرسائل بتاعتي دي الحاجات المفضلة بالنسبة لي لو فيه كرس مفضل وهكذا ودي لو فيه اسئلة اه فيه سؤال اه سوري ده المكان ده خاص بالامتحانات لو انا امتحنت امتحانات هتلاقي كلها هنا والده خاص بالالطلبات اللي انا اعملها تمام طيب بالطريقة دي كده انا ما جبتش حاجة اريحت اسعى الايكون دي هتظهر لي صفحة الرئيسية تانية تمام بس انا حاليا مسجل او اسمي فوق فانا مسجل خلاص تمام انزل تحت انا عايز محضرة الاحياء هدوسي يبدأ الان ده المحضرات المتاحة ماشي انا مثلا انا عايز اه 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 اتقاصر الجنسي ولا جنسي تمام اهو ده المحتوى ده الاحياء الفصل التالت ماشي اسمه التقاصر ده ده الشرح تمام هنا بقى بيجيب لي ايه بيجيب لي اللي انا ادفع ادوس عليها مرة مرة كمان يبقى ندوس عليها مرتين تمام هنا بيقولك لا يمكن اضافة المحضرة دي الى سلب مشتراتك لان انت قريدي اه 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 لا ان انت قريدي اه 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 دفتها قبل كده يعني عشان ان كنت اضافها قبل كده طيب الناس اللي اول مرة مش هزهر له رساله دي وحتى لو ظهرت هي تقول عرض السلة هتجيبك نفس الشكل ما فيش اي اختلاف يعني هنا هتروح كاتب الكود بتاعك اللي موجود مثلا نكتب الكود بتاعنا اهو. قال لي لقد نفز عدد مرات كده الكود اللي انا استخدمته ده غير يعني ما ينفعش. لانه استخدم بالفعل. ماشي? فلو حصل كده بنروح الطلبين الدعم الفني اهو فوق ده على الواتساب نقوها يشوف لنا الكود ده لو في مشكلة او لو انت دخلته مرة بالغلط. تمام? طيب. ندخل الكود صحيح. التاني بقى اللي هو الصح. تم بنجاح. هنروح نزلين تحت هنلاقي ان القسيمة بتاعتنا هي او الكود بتاعنا هو. وبعدين ندوس على التقديم. لطلب. ندوس على التقدم. تمام. بعد ما دوسنا هنكتب هنا الاسم بتاعنا اللي احنا حابين يزهر هنا. احنا نكتب هنا. تمام. بعدين تأكيد الطلب. بعد ما اكدنا الطلب خلاص هنروح دايسين على حساب اللي فوق دي. زهرت لنا المحرك بتاعتنا. هندوس start calls. هنكتب لي فوق. ده الفيديو الاول. بعد ما خلصه ادوس نيكست فيجيب لي الفيديو الثاني. وهكذا. لو عندي هنا اي سؤال عايز اسأله اكتبه. ويوح دايس add comment. هيزهر لي. او هيزهر للمسؤول. اه ان في حد سأل سؤال على المحركة دي. شكرا. واتمنى لكم التوفيق. كل نجاح يدك. شكرا.